السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله مننا ومنكم صالحا أعمال إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج الحبيب في القرآن ودايما صل على الحبيب قلبك يا طيب من ضمن الخصيات النبوية للحبيب في القرآن الكريم أن الله زكاه في نسائه وزوجاته قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بحب أن أقف هنا يعني المقرئين اللي بيقرأوا القرآن فييجو يقرأ يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتون طيب ده كلام بيعلق أفضلية أمات المؤمنين على التقوى هو الرسول يتجوزهم أصلا إلا إذا كانوا أتقياء إنما فيه وقف هنا تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء خلاص خلصت وتبدأ تقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدد نساء ومن هذه الآية نرد على شبهة إيه شبهة يقول لك إش عاجب يعني النبي بتاعكم بأبي وأم صلى الله عليه وسلم ده نبي مزواج وبعضهم تعدى الأدب تعدى حدود الأدب معاك يا حبيبي أنا مقصودش أنا بجيب الشبهة وهرد عليها يقول لك نبيكم رجل شهواني بيهدوء كده هو الإنسان الطبيعي لما ييجي يتجوز وهو شاب أول زيجة له أول زواج بيدور على إيه حتى النبي نفسه شجع على هذا أيوة قال لأحد الصحابة هل لا بكرا اللي هو سيدنا عبدالله بن جابر قال له تزوجت بكرا ولا سيبا بكر يعني بيت ابنوت لم يسبق له الزواج سيب يعني مطلقة أو أرمالة فقال له سيب يا رسول الله فسيدنا النبي قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وفي رواية تداعبها وتداعبك ها ما ليه إلا إن سيدنا النبي كسر القاعدة دي جوه وعنده 25 سنة في عنفوان شبابه طيب هو بقى لو شهواني أو مزواج كان تجوز بكر ها دي واحد لا ما تجوزهاش بكر كان تجوز واحدة أصغر منه سنا عشان يبقى فيه دلعبا ومتعة كده ولزة زي ما بقولهم وده مش حرام على فكرة يعني لسيدنا النبي عمل كده ده مش حرام ما ليه بتدور على الجمال وعلى المتعة ده في الحلال اللي حرج فيه ربنا يعفنا جميعا في الحلال قلوا أمين لكن سيدنا النبي ما تجوز بكر ها دي واحد ما تجوز واحدة أصغر منه ولا واحدة في نفس سنه ده تجوز ستة كبيرة عنه بخمستاشر سنة بخمستاشر سنة النبي خمسة وعشرين خمسة وعشرين وخمستاشر يبقى يا كم أربعين سنة طب الستة في الأربعين خلاص تهت مش انتهت لا يعني خلاص بدأت في سن بقى مين اللي تجوز سيدنا النبي وهي وكان النبي الزوج رقم كام ليها ثلاثة اتجوزت واحد واثنين وكان النبي بالنسبة لها رقم ثلاثة مين هي ستنا حبيبتنا سيدة نساء المؤمنين حبيبة الحبيب ستنا خديجة رضي الله عنها لأن النبي في التوقيت ده كان محتاج زوجة وفي نفس الوقت تكون أم دسروني زملوني والله لاني يخزيك الله أبدا أمه ليه ولما ماتت حصر رابكة في حياة النبي فالنبي لو كان شهواني أو مزواج ما كانش اتجوز وحدة كبر منه 15 سنة كان اتجوز وحدة أصغر ما كانش اتجوز وحدة سيب كان اتجوز وحدة بكر خدوا بقى الأصعب لو سيدنا النبي بقى مزواج ولا شهواني ولا وحاشاه أنا مش بدفع النبي على فكرة النبي مش محتاج دفاع أنا برد عليه كنت بس بكل أدب وكل احترام طب كم بقى سيدنا النبي اتجوز معها وحدة صغيرة بقى لا النبي لم يتزوج على خديجة في حياتها عارف سيدنا النبي قعد مع ستنا خديجة الوحدة كم خمسة وعشرين سنة أو ستة وعشرين سنة يعني خمسة وعشرين اتجوز سوى عند خمسة وعشرين لو قعد معها ستة وعشرين يبقى سيدنا النبي مع خديجة الوحدة ووصل من العمر واحد وخمسين سنة طب خديجة لما يخدها هي عندها ربعين وتعود معها خمسة وعشرين يبقى كام خمسة وستين سنة واخدوا بالكم هيتعود خديجة مع سيدنا النبي قدية يعني لها في هذه القصة ده لو كان هو النبي ببحث عن هذا ودي حلاله وفيش حرج هتعود معه من ربعين لخمسين يا عم من ربعين لخمسة وخمسين وخلاص ما لهاش في الموضوع ده خلاص يعني وهو النبي كان فاضل للقصة دي أصلا شوفوا العظمة لم يتزوج عليها في حياتها وبدأ سيدنا النبي بعد وفاة خديجة تجوز مين ما تجوز سوحدة صغيرة ولا لا خالص بعد واحد وخمسين سنة يعني سيدنا النبي بقى له في عمره عشر سنين بس بدأ يتزوج ستين سودة رضي الله عنه لعلة خدوا بالكم كانت مهاجرة إلى الحبشة وبعدين رجعت وقصة عشان يجبر بخطرة ولم يتزوج سيدنا النبي بكرا إلا عائشة كلهن ثيبات وده لا ينقص من قدرهن شيئا طبعا المرأة الثيب ما تسمعوش كلام المجتمع الكلام الباطل السيب يعني ايه فرصة للذئاب البشرية لا خالص ده في عيننا وعلى رأسنا حتى ربنا قال ثيبات وأبكارة قدم الثيبات على الأبكار سبحان الله القرآن ده عظيم وجميل وجليل طب ليه رسول لك جوزت عائشة قال عشان أكبر خاطر أبو باكر بقى في نسب مهلنا اربع الخلفة سيدنا النبي تعمد الزواج منهم عشان يبقى فيه دولة للمسلمين يدخلوا عليه في أي وقت هو يدخل عندهم في أي وقت فسيدنا أبو بكر سيدنا النبي تجوز منه عائشة سيدنا عمر النبي خاد منه حفصة طب سيدنا عثمان وسيدنا علي ادى لهم فدى العثمان رقية وأم كلسوم ودى لعلي الزهراء فاطمة رضي الله عنه يبقى الأربع الخلفة اتنين الرسول خاد منهم واتنين الرسول ادىهم يعني طيب وكان سيدنا النبي خدوا بالكم المفاجأة دي النبي لم يتزوج خبر يا عم أحمد صباغ انت مركز ايه مركز النبي لم يتزوج ولكن النبي زوج زوج اه زوج ربنا اللي هو كان بزوجه بأمر تعال كده في ستنا زينت بن تجحش وتخفي في نفسك كما الله مبدي وتخشى الناس والله حقه أن تخشاه فلما قضى زيدهم منها وطرا ها زوجنا كها وهكذا كل زواج النبي اللي فيه علا صفية بنت حي ابن أخطب من اليهود وأسلمت أنقذها سيدنا النبي جوليا بنت الحارس أنقذها سيدنا النبي أم سلمة كبيرة في السن وعندها أولاد أقربها سيدنا النبي يعني الرسول والستات كلهم أمهات المؤمنين الرسول خادهم في ماريا القبطية لما راحت هنا من مصر مش عارفة تتعامل مع المدينة والبيئة الصحراوية سيدنا النبي سطارها وأكرمها الله فمش عايز أسمع عن لا 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 الموضوع يا سبحان الله طب وبعدين أصلا العشر سنين الأخرى من حياة النبي هو لحق بالرفيق الأعلى 63 سنة يعني فوق 52 سنة بدأ الرسول يعدد بقى في الزوجات طب بعد 52 سنة الراجل اللي في القصة دي خلاص الشباب راح وإن كنت مش بقلل من قدر النبي خالص وإن كان لو عمل كده ده حلاله النبي أرفع وأنزه وأكرم من هذا بكثير إن كفيناك المستهزئين صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان الله فشوف بقى سيدنا النبي لا شهواني ولا مزواج ولا حاجة خالص واحد يقول لك لا ده دي خصوصيات بقى عشان ربنا بيحب النبي فادله يا عم لا يسأل عما يفعل ولكن أنا بقول لك الرسول مش مميز يعني ده مسئولية الرسول يقول لك سيدنا الشيخ الشعر والله يا رحمه لم يميز في العدد ولكن ضيق عليه في المعدود يعني إحنا كبناء أدمين عاديين مسلمين بشر ممكن تتجوز واحدة واثنين وتلاتة واربعة طلق واحدة وهاتت تانية ماتت واحدة خد غيرها طلقت اثنين هاتت تنين ممكن تتجوز عشرين تلاتين صح؟ إنما سيدنا النبي دولوا بس ربنا يقول له كده لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنه الحسنهن إيه رأيكو بقى؟ بلغوا هذه الحلقة وانشروها عشان نرد على المسيئين لسيدنا النبي وإساءتهم على نفسهم كذبابة وقفت على نخلة ثم أرادت أن تطير فقالت أيها النخلة تمسكي فإن رحلة عنكي فقالت النخلة أيها الزبابة ارحلي أو لا ترحلي أنا لم أحس بك أصلا حين وقفتي أحس بك حين عندما ترحلين عني بأبي أنت وأمي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أشوفكم على خير في حلقة جديدة في برنامج الحبيب في القرآن ومتنسوش صلى على الحبيب ألبك طيب السلام عليكم